مش ده الضوء اللي وعا منك؟ ده مسبت حملة إيمان شش أنا ما تجيبي سير الحد أحب أحكي لك أنا كل حاجة بعد ذيله أنا بيقول إيه طب بقول لك إيه سيب لي الموضوع ده وأنا عشوف الودة بيكارك على البيت دي ولا لأ دعني إيه؟ يعني أنا عالي لك الموضوع عشوف اللي بيحصل ناصر ديك، رجل أعمال أهل أنوا سلام بك يا عمي ديك آآ عمر الولد متلج ومبيتحرك ش وله مش بترض وليه يا عامل ايه؟ انتو ازاي سايبينه كل ده يا حاج؟ ده لسه جايلنا من كام يوم بابا بابا عبوك انت حر ولا حد اعتلم؟ انا مش هستبعد اي حاجة هتركيب كاميرات في حتة انا يا مغام؟ ايوه تحت في الرسابشن بس يا ريتش حين الكاميرات دي كل تلتة ايام عشان ما تفصلش خد يا عام براها عليهم عشان ما يكسروش والفون كويس يلا روحوا ارتاحوا شوية وبكرا عدي عليكم عشان تخطو حقكم العملية مالا هلو قاية ابراهيم انت فين يا وسلم؟ كنت بترديش ليه؟ قدني رديت خير انت بش مرات يوم انها اعرف انت فين طيب بايس اينك فتحت الموضوع ده انا حوصل بكرة قاهرة لما اوصل نوضن وانت بقى ونتكلم عشان نخلص موضوعنا كله يا اسرة الموضوع مش بالسهولة دي بقولك يا ابراهيم هو حل من اثنين يا تعال انجوازنا انا اتطلق مفيش حل تالت انا حوصل بكرة الصبح بالليل ردك يبقى عندي خلاص بقى بكرة معدنا يا ابراهيم ويالت ما تحولش تأجل فريد 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 انت كويسا مش عارفه يا شامل مش عارفه يا شامل مش عارفه يا شامل انا من ساعة معرفة الخبر وانا مش عارف لما هبلغي خيكون ردي فعلك ايه لما تعرفي انه لما الردي فعلك مات بجد نفسه عيط علي يا شامل بس قربي مش بتوحني بس قربي مش بتوحني لما رجع كنت حزينة حزينة قوي اني ضيعت خمس سنين من عمري من اربحي طل وحدي يمكن لو كان موجود ما كنتش خد قدوية كتاب ولا مهدات اكيد كان حياتي كلها حتتغير كنت حلقي حد يسمعني لما اشتكي وانا قاعدة في البيت من غير الشمول او يقف جمبي بس يخزارك او يخزارك انا اسفاشي انا عارفة ان انا ممكن اضيق بكلامي ده انا مش ممكن اضيق منك لو زعلتي علي ده برضو ابو ابنك وهو بقى قاناني لو قلتك ما تزعليش عشان كده انا كنت محتار ابلاغك ولا بس يبك تعرف الموضوع ده بالصدفة انا كل اللي اهمني انك انت تبقى مرتاحة هو عمت السي كل اللي اعرفه انه مات لكن مات ازاي ده يعني اعتقد حاجة سهلة ممكن اعرفها بكرا الله يرحمه الله يرحمه ياب بقولك ما تحورش على ايها ده انت هو فيه واحد ما عنديسه واحد استابني يا ابني والله من ساعة ما خطبت وانا مقرر ابقى يعني عادل يعني ناوي ان شاء الله ابقى عادل ناوي دي قلت ناوي لكن طبعا انت يعني ما عملتش الموضوع ده انت لسه ناوي بقولك ايه بقولك ايه واحد اغلى حاجة عندك ما تفصلني انا كده تمام ماشي 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 ده علي انت تطول الليلة ده لسه عمورة الليلة هتعلاوي بخد عمورة هتعلاوي بخد عمورة بخد عمورة بخد عمورة تمام كده حضرتك اه تمام الكاميرات اشتغلت خلاص بخد عمورة تفضل حسابة لو في اي حاجة مع حضرتك رقم الصيانة ممكن تكلميهم اكيد شكرا لا عفو انت مش عرفتي ان انا حامل امبارح؟ عايزة مني ايه تاني؟ عايزة ايه تاني يعني ايه؟ وانت فاكر الموضوع هيعدي بالسهل كده؟ انا سكتت امبارح ومقرتش للبانات عشان خطر البلوة اللي احنا كنا فيها لكن انا لازم اعرف الودة ابن مين؟ الودة ابن سامير؟ لا 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 طبعا سامير ده ايه؟ امه ابن مين يا ايمان؟ ابن 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 سيف جوز ميرا هتخلصي من الموضوع ده ازاي يسر؟ امك لو عرفت ممكن يجرالها حاجة ما عرفش بقى المهم اخلص وخلاص طب وفريدي مرضيش يطلق ولا يعلن الجواز ساعتها انا اللي هعلن وهعرف الناس كلها ومش هيبقى قدامه غير حل واحد انه يطلقني ورجله فقرق ابته فكرت انزله بدل المرة عشرة بس قلبي ما طبعنيش انت في الكامل؟ اول الشهر هبقى في التالت بس ما تقلق ايش كل حاجة هتبقى تماما ازاي؟ احتمال اول ما نرجع اقولكوا تجولي البيت اصلي سيف هيكتب علي بكرة ايه بنت مارك اتدايقتي دي؟ ده بدلا ما تفرحيني؟ مان انت عايزة نعملين لما عرف انك حمل في السر؟ احنا مش المفروض صحاب؟ وصررنا طول عمره مع بعض؟ انا حنام يا ايمان وما تقلقيش مش هقولي للبنات غير لما انت تقولي له تصبح على خير انت ما نعلم على ما غلتش يا رحمة يوم ما تجاوزت ابراهيم انت اكتر واحدة عارفة انا تبهدلتها ادي با من طول عمره الظهر ده بقى يبقى فلوس راجل عيل المهم انها تلاقيه احنا اللي شوفناه مش شوية ومن حقينا بقى نعيش أنا عمري ما كنت خايفة قد دلوقتي يا رحم لا تخفيش بقى جمادي ممار كلها كام ساعة ويبقى معاكي مليون جنيه والفلوس بتولد فلوس معروفة اه صح تصدقي انه بي عندك حق يلا بقى نامي عشان ورانا سفر بكرة الصبح تصبح يا رخير بس المكان ده كده عمورا يعني كل ولاد الزواج مصر بيروجه روحوا المكان ده في حاجة فخيمة المكان يعني يا دي عربيتك اه دي عربيت طب انت عتعرف تسوق ياعم انت بتزعل ايه بتزعل ايه بتزعل ايه متطل صوتك ياعم من الحالك لا ان انا عايز اقصلك اوه لا اعرف السوق اعرف السوق ده انا تمام عمور ماشي. طب طب انا انا عايز لك السؤال. مم. انا دلوقتي بتعاوب اذكر. وبدخل كل يوم اذكر وعراء فوع نفسي قبل ما اطلع ما بيحصل ليش هاي حاجة. انت بتذكر لي. يلا عمورة اشوفك بكر. ماشي. يلا. يلا سلام. يلا عمورة اه. ماشي. اجا وصلك انا. لا لا لا. طيب يلا تمام. بايس. اللي. ماشي. السنبوسة كده كده. يا عممش. السهير بس يا عمم. يلا بس يا عمم. يلا تقوليش يا بس. يا عمم وصلك يا عمم. بس يا عمم. يا عمم. يلا. تفضل. صباح الخير. صباح الخير طرح. في ميناء. تقرية طب الشارع المرة اتطلع نعم ايه ده انا اقول ما عرفت كتب اللغك على طول تحر ازاي شاب عارف بالكلام ده اه عارف ورفضيها الدماء طعم والمناسبة خد اخلاق سبيل وطلع النهارده اخلاق سبيل ايه احنا حنستعبط هو وعبوب مزورين اوراق الاسنية لجستي الكلام ده الشهادة لله البنات عملوا اللي عليهم وزيادة احنا حقنا وصلنا من البالة وده حققكم ولو عايزين تعودوا النهارده كمان مفيش مانع المطرح مطرحكم لا لا يا دوب بقى نلحق نرجع طيب تحبوا بقى تاخدوا لصبكم وتقسموه انتو على خمسة ولا قسموه لقناة لا انا قسمها من دلوقتي على خمس شهرات كل واحد يخطحتني من دلوقتي احسن ماشي انا ايب تسحي انت خلاص خلصت وحققت ودكتول قرأيه وعايزي تاني انتحر ازاي يا فندم ابنه بنفسه اقيل اني فيه ناس وعدينه يخرجوه يبه ازاي انتحر الموضوع يا حسام بالسهل زي ما انت فاهم الموضوع اكبر منك اتخيل انا الشخصين اتخضيت فيه اسام كبيرة فيه اي احسام وبعدين الوقت تسيكت خلاص ومش هيدي انتحر ومراد انتحر بالسم يبقى اي عايز اي تاني انت طب وقضية التزوير اللي كان محبوس فيها شهاب عملوا حادثة برا البلد ودخلوا في غايبوبة ووراهم اطلقبت بعناس تانية وبعدين محدش حيتضر في الموضوع ده لشركة التأمين ولما يخرج شهاب حيحلها ان شاء الله بقولك اي احسام اروح اشوف شغلك ومش عايز اسمع الموضوع ده تاني خالص بعد اذنك ايه ايه بقولك اي او worthy موسيقى يا مراغ جلن بش كت موسيقى دفع قولك كام يا شاب مش حد دفع لي حاجة بابا مات منتحر منتحك تجنني منتحر ازاي؟ انت لسه ايلي بعض نت لسانك انك مش متأكد بابا كل يوم كان بيموت منتحر من ساعة مغربنا مرنا البلد ودفدنا بالحياة اللي حصل لرحمة لي ولي يعني انت هتسيب حقك انت حقي خلاص رجع لي انا اخد اخناك اخناك سبيل كمان شوية ايه انت معرفتش مش هنبركلي وقيت عن التقرير يا مراد هتلاقيني واقف جنبك مفيش فايدة كل اللي حضرتك بتعمله ده مفيش منه اي فايدة عشان انا عايز ابدأ حياتي من جديد بدل الحياة اللي اللي ارحمه بواصل بسهو مضيحش وقت كل وقت اكيد انت عندك حاجات اهم من انك تعرف انهو مات منتحر ولا مات منتحر ولا مات منتحر ولا مات مقتول مات منتحر مبقتش تفرق مجد مبقتش تفرق على اسدق مبقتو مبقتش تفرق سوف تريد مبء مبقتش تفرق هين مين؟ معقول نسيت لسوتي؟ أنا كريم؟ آه هاي كريم ازايك انت رجعت امتى؟ رجعت وقت ما رجعت أنا سمعت انك ما شاء الله مخلي فعايل بقليك خمس سنين والحمد الله جبتي يوسف ولدت بعد ما انت سافرت تقريبا ويعترى بقى ده ابنك من سيف ولا مني؟ على جنب والنبي اسطح ايه ده انت مش جاي معناك كان باوت؟ لا اخد تاكسي من هنا على البيت على طول وبعد جدا بحصل لكم على هناك طب خلي بالك من نفسك احنا في حتى ما اطوعنا على الله ايوا اسطح على جنب خلوا بركم نفسيكم باش والت كمان رايح فين دفل حتى المعطوعة دي؟ مروح في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ اهه! اههه! اشه quietly! اشهًا اشه، اشه reconstruction! احث chosen! ايológ performماره كثر comm нужặc اشتركوا في القناة تتأخر قوي هشام مش انت قلتلي الموحيم يخلص كل الإجراءات ده بقلوه أكتر من نص ساعة ما تهدي يا فريدة مونالك بيخلص في الورق جوه ما انت عارفة الروتين صعبان علي الولد قوي عمل إيه بس في حياته ليه كده بس يا ربي إزاي يقدر يستحمل كل دوا في السن ده شهاب ولد عائل يا فريدة أيوة انا عارف انه هو عائل ربنا معيك يا حبيبي بس برضو تأخر قوي هشام ما تهدي بقى يا فريدة التوتر ده حيجننك هو جي هناك اهو يا سنتي احنا هنقامل ايه؟ هنبلغ البوليس ولا هنعمل في النهار المنايل ده تبلغي البوليس تقولي له ايه بقى يا حيلتها؟ لو قوله تسرقنا سرق قفلوسنا ولا دي الكلب اه تسدقى عندك حق فعلا؟ هتقولي له فلوس ايه بقى اللي تسرقت؟ ما عرفش بس اللي انا عرفه ان احنا ما ينفعش نفضل عادين حطين ايدنا على خدينا كده لازم نعمل حاجة ولا نعمل ولا ما نعملش واضح ان الفلوس دي مش من ناصبنا وكويس انها جيت على قد كده جيت على قد كده؟ على قد كده اللي هو ايه يعني احنا حتى ملحقناش نمسك الفلوس بادينا كويس ان احنا ملحقناش نمسكهم عشان ما نتعودش عليهم الزبط كده زي ما ايمان قالتلك كويس اننا ملحقناش نمسكهم بقولك يا رحمة انتي ويسر خلاص يا اختي اتعودتوا على الفلوس وجاريت في اديكم لغنانة وايمان زي بعض انت حسيب حقيقي يروح منك كده يا ايمان؟ امال عايزانا يعني نعمل ايه؟ نرجع عالدياني ندور على سرقونا مهما ناس تسرقت هناك ما عرفش بس اللي انا عرفه بقى ان هما كانوا عطرينه وكانوا عارفين ان الفلوس دي معانا اشمعنا شنط السودة بس اللي اتاخدت شنط سفرنا وشنطنا وقدمنا وعاجدنا سابونا كده لوحدانا ومجوش جنبه ولا جنب المكروباص يبقوا عارفين ولا مش عارفين؟ يعني قصدك ايه بقى؟ يعني قصد العمل العاملة دي حد من الكبار يا ايمة الوقت ما سعود مش لها فيه يخسر مليون جنيه؟ يبقى انت معان في الباقي؟ عايزانا بقى نرجع له ونحاسبه ونسلمه رأي بيتنا تاني؟ ما عرفش انا من الاول مخدش مرتاحة للعملية دي وانتي وايمان اللي أسرته عليها اعتبروها بقى سبوبة وراحت وربنا يبقى يقاعد علينا سبوبة؟ سبوبة وراحت؟ مليون جنيه سبوبة؟ انت الجننتي ولا ايه؟ وبعدين بقى خلاص مش عارفة نعايد بقى كل واحدة فيها تقوم تشوف شغلها مش هيبقى موت وخرب ديارة يلا حاجة تقرف ايه طيب؟ مش هتقوليني حمد الله ع السلامة؟ ما انا قلتلك حمد الله ع السلامة قبل كده يا كريم؟ ولا عايزنا نسجلها لك كل طول نسا زي ما انت هاملة اي يا ميرا؟ الحمد الله زي ما انت بتقول زي ما انا انت منشتقلين طول الفترة دي كنت فين؟ ممم. مانعرفة إن كنت مهاجر. إيه اللي رجعك معاه؟ مصر. محشدنا. شفي الواحد ما هملف العالم كله برضو مصر أحسن بلد. لأ وطني قوي. جيت أجازة. ورجع تاني فرنسا. وعشان قصيل. أول ما جيت قلت أشوفك. تشوفني؟ أشوفك. يوسف عاملين. It's not your business. It's my business. It's our business. أنت عارفة إلا فيها؟ مفيش حاجة فيها. وقلت لك مئة مرة قبل كده كل اللي في دماغك ده خيال. ماشي يا ساتي. عايز أعرف عيد ماذا دو أمتى؟ عايز أجيب له دايب. مش عايز يا دايب الحمد. لا والله. او والله ونسايا بقى. طب اللي بيننا. أنسايا برضو؟ ما كانش فيه حاجة بيننا يا كريم. لا كان فيه بيننا يا ميرة. فريدة! 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 رح تفينتي كمان أنا نقصة! فريدة! رح تفينتي كمان أنا نقصى! Solar ما إحنا لوحدنا هم؟ تنيس إحنا فين؟ بتي وحشتين طيب أنت كمان وحشتين بس مش كده ما هو باين؟ والله وحشتين ماشي يا ستي مالك كده متغيرة في إيه؟ متغيرة في إيه؟ مبهدلة بس من السفر والطريق السفر بس؟ ولا في حاجة تانية حصلت؟ حاجة تانية حصلت إزي يعني؟ ما عارفش وليلي بقى هنعمل إيه النهاردة بالليل؟ في إيه؟ آه لا أبدا يعني كنت بفكر نخرج شوي نعم ما أنت اللي بتستعبطي نعم شو بستعبط خلاص هتعمل النهاردة بالليل إمتال كلمتي ماما قبتلها أن أنا جاي أكتب؟ أنا جيت حبت الله السلامة زيك يا حبت الله سلامي كده برضك يا يوسرا مفيش تلفون تطمينيني بيها عليك هم أنا كنت فين يا ستي ده هم يمين عمي في اسكندرية يو؟ يعني مش من حقيق أقلق على بتي؟ سيمال شغلك تعبان كده ليه؟ دهرة حانا يا يوسرا خلاص تعبت يا بتي طيب وقل لي رجعك الشغلة تاني ما كانت فرصة اللي حصل ده وكنا حنصرف منين يا فلح ربك بيعدلها محدش بيموت مجوع انتي لسه زعلانة؟ لا خلاص موضوع وراح لحاله طيب كويس بقى انك عقلتي لا مش موضوع عقلتي موضوع ان انا ضربتها في دماغي ولقيت ان انت كنتي صحة عشان كنت خايفة عليك لا عشان ما كانش ليه لازمة انك تخبي ما تخفيش عليها تاني يعني ايه؟ يعني انا كبرت وعظمي نشف وانا يا اما ضهري وعمر محيتحني زي ضهرك هفضل بردك اخاف عليك مهم بس ما كنش مخبيه عليها حاجة تاني ما كلش يجي نكشف الوبان هخب عليك ايه تاني بقى لك تشف مثلا ان اللي هي اخوات في امريكا والاخوات في ايطاليا ما انت شاي وتعملها لا بنت تخس عليك بقولك ايه يا بسر معلش انا حطلع يختار واق القوض اللي فوق وانتي الهي يسترك شطابيلي شوية المواعين دول انا مش قادر اعف عن ايه الاثنين بس انا احتمالا النهاردة بقيت عندي رحمة المهم بس اليوم اللي انا حابيته عندي رحمة ده مارجعش هلاقيكي عامللي مسيبة جديدة متجاوزة عورفي ولا هتم السيارة هنقتعنا تقلي بالك يا بنت تسكوتي اخسعدك ببيتك حنفية كل مفتاحك لازم تغرئيني ان شاء الله خير انا يا ربا خير يا مادام نهت تزايل تعملي كده اعمية تسيب الولد مع نانا وهي اتعبانة يا بنتي بقولك انا اللي اتحيلت عليها خلاص بقى يا نانا حطة لو اتحيلت عليها انت في ايه ولا في ايه هو في ايه هو فينا عبد الرحمة عبدو في المستشفى وديناه لما تعب واتحاجة زين ايه الولد ده ما يجيش هنا تاني انا بقولك هو يا بنتي حرامة عليك يدعيله ويرجع لنا بالسلامة بس هو عين عنده ايه طب فهمين التهاب حد في الشعب الهوائية ربنا يسطر ويخفة اصلا يا الله رسولي تهوف مستشفى ايه خايف عليه قوي لو خايف عليه ما كنتش سفرتي تتفسحه وصيبه معناه هو انا مليش كلمة تتسمع يا بنتي خدي العنوان منها وروح يشق قريه على الولد وتعالي طمنينا استغفر الله مش مصدقك يا كريم بقى لك ساعة بتلف وتدور في نفس الموضوع ما بتزهقش ما تشتري دماغك بقى والله لو قعدت تقنعيني من هنا للسنة الجاية انا عرف ان اللي في دماغي صح ومتأكد منه اللي في دماغيك مش صح اللي في دماغيك كله اوهام اوهام يعني عايزة تقنعيني ان انتي و سيف متجوزين بقى لكو تلات سنين وما بتخلفوش واول ما انا وانتي نمنى مع بعض فجأة بقدرة قادر ظهرت المعجزة معجزة بقى ربنا عايز كده هتتدخل فقدره لا يا حبيبتي زي من المعجزات انتهى من زمان طب اعلم افخيرك بقى اركبه انتي سلام اركبه جدا ما انا ممكن اقول لي سيف وبقى وزلك الدنيا بس انا عشان بقى على اللي بيننا مش عايز افضحك صعب ما تقدرش وايه بقى اللي خاليني ما اقدرش طب قولي بقى انت عايزي عايز يوسف ابني يوسف مش ابنك تمام بس ما ترجعش اندامي طيب قبل ما تقول الكلامك كبير ده بقى انا عايز احكيلك حكاية صغيرة كده كان فيه طباخ عندنا في الكمباونت والطباخ ده قاعد يستنصح زيك كده ويقول لي ان يوسف مش ابني من سيف وانه ابنك انت غريبة عارف ازاي قدروا بقى حظه لسود انه هو كان عندنا في البيت بيطبخ يومها في اليوم المناي اللي ده شفني انا وانتوا احنا دخلين القوضة طب دي حاجة حلوة جدا يعني ما بقتش لوحدي بقى في شاهد كمان بقت لوحدك تاني يا جيمو لان الطباخ ده اتقتل او انتحر يعني لسه البوليس بيحق شفت بقى اللي بيستنصح بيحصل له ايه بقى ما شفتش انت بتهدديني يا ميرا او بهددك يا كي تمام هنتقابل تاني يا حبابتين ميراهانة مزايك اهلا انا حبيت اسلم عليك تعبيت بقى ولا ايه بقى مرت احنا مش اصحاب عايز اتطمن على البيت صغير وانت مالك ومالو يا سامير اصلا شفت سفبي دلوقتي خارج مع البيت صغير ولاحظت انهم بقوا شبع بعض قوي مش كده بس انا برضو قلت لنفسي ايه ان اللي بيحبوا بعض بجد بيحبوا شبع بعض عايز يا سامير 100000 جنيه مزنو فيهم دي ثلاث مرة تطلبوني فلوس ودي اخر مرة ان شاء الله بس انا قلتلك لو هدتني بعد كده مش هيحصلك كويس صح؟ ايوه صح بس انا عايز افكرك بحاجة سفبي لو عارف بالموضوع هتبقى افضيحة وصورتكم الحلوة اللي كل الناس فاكرها هتبقى واح شاوي ناوي طيب سبني ومين وان هشوف لا 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 مش هتشوفي هاتي هون بكرة معاك في حفلة فريدة اشتركوا في القناة